ترجمة نانسي قنقر نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظ الله ورعاه وإلى سيدي صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه طبعا بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني هذه الوثيقة تعتبر صورة من الصور التلاحم الراسخة بين القيادة والشعب وأيضا رسمت لوحة من اللحمة الوطنية وانتقال البحرين إلى مرحلة من العهد الإصلاح والديمقراطية والتنمية وطبعا إرادة الشعب في تصويت على ميثاق العمل الوطني أساس العمل الوطني الجاد وأيضا بناء البحرين حاضرا ومستقبلا ودور الشباب البحريني منذ بداية انطلاق هذه الوثيقة الوطنية تعتبر بوابة من أبواب الخير والسعادة والرقي في حياة الشاب البحريني اليوم الشاب البحريني نرى متألق في العديد من المجالات سواء في المجال العلمي أو العملي واليوم هذا الميثاق فتح للشباب لتشكيل كيانات بهيئة منظمات أهلية تعمل في المجال العمل الشبابي وأيضا مراكز شبابية تحت مظلة وزارة الشباب تعمل أيضا في سقل شخصية الشاب البحريني وتقديم الكثير من البرامج والأنشطة أن يرتقي الشاب البحريني لأعلى المستويات واليوم الرهان على الشباب مضمون اليوم الشاب البحريني قال يعمل بكل إخلاص وحب للوطن ويعمل بيد تبني ويد تحمي واليوم البحرين الحمد لله برهان على الشباب وصلت إلى مراكز متقدمة سواء على مستوى المحلي والإقليمي والدولي فالحمد لله ميثاق العمل الوطني بيئة داعمة وآمنة رسالها لنا جلالة الملك وولي العهد رئيس الوزراء وأيضا سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد وسيدي سمو الشيخ خالد بن حمد كيف تنظرون إلى مستقبل العمل الشبابي في مملكة البحرين؟ طبعا نحن نشوف المستقبل أمام عيوننا الحمد لله بقياداتنا ودعمها للشباب وثقتها بالشباب اليوم البحرين تعتبر مملكة فتية وللعل ذلك اليوم وزارة الإعلام من أعداد وتقديم وأيضا بوزيرها بجميع أجهزاتها من الفئة الشباب اليوم الشاب البحريني يحتاج إلى فرصة والفرصة لما تعطله يبدع ويرفع راية البحرين في جميع المجالات ورقم الشاب البحرين جدا صعب في أي مجال وفي أي محفل وإن شاء الله بإذن الله تعالى مستقبلنا باهر بقيادة جلالة الملك وبقيادتنا الحكيمة واليوم وجود قيادة حكومية من فئة الشباب هذا دليل عن أن البحرين بخير السيد علي شرفي رئيس منصة شباب تايمز الإعلامية كنت معنا ضيفا في الستوديو شكرا جزيلا لك أفضل استعداء